مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة رابعة من الضربة ضد أهداف للحوثيين في اليمن بعد ساعات من استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن قالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى في بيان إنه تم قصف أربع عشرة منصة صواريخ كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر أضاف البيان أن هذه الصواريخ مثلت خطرا داهما على السفن التجارية والمدمرات التابعة لسلاح البحرية الأمريكية في المنطقة وكان يمكن إطلاقها في أي لحظة من جانبها قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة إلى ذلك أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن في أول هجوم بعد إعادة تصنيف واشنطن للحوثيين جماعة إرهابية قال المتحدث العسكري للحوثيين أحيا سريع إن جماعته نفذت عملية استهداف لسفينة جينكو بيكاردي الأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية وكانت إصابتها دقيقة ومباشرة حد وصفه أضف أن جماعته لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر مؤكدا استمرار استهداف السفن المتاجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تلك المرتبطة بإسرائيل وفي وقت سابق قال الجيش الأمريكي إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن أضاف أن السفينة تعرضت لهجوم من أراضي يسيطر عليها الحوثيون وأصيبت السفينة مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح في الوقت الحالي عن السلاح المستخدم أو الأضرار أو الإصابات المحتملة من جهتها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 66 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن مضيفة في مذكرة استشارية أن الربان أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم بطائرة مسيرة في خليج عدن قبلة سواحل اليمن كما أبلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقا هاجمت ميليشيا الحوثي مواقع للجيش وقوات العمالقة في مديرية بيحام بمحافظة شبوة قالت مصادر محلية أن مواجهات مسلحة دلعت في جبهة القنبع إثر هجوم شنه الحوثيون على مواقع للقوة الحكومية والعمالقة ما أسفر عن سقوط قتل وجرح من الطرفين المصادر أشارت إلى أن قتل وجرح من العمالقة وصلوا إلى مستشفى الدفاعة في مدينة بيحان قالت مصادر دبلوماسية أن السلطات الأردنية فرضت قيودا جديدة على اليمنيين الراغبين في السفر للعلاج في عمان أبلغت سفارة اليمنية في عمان الخطوط الجوية اليمنية بضرورة التشييك والتأكد من صحة وسلامة التقارير الطبية للمرضى للعلاج في الأردن قبل مغادرته بالمطارات اليمنية ذكرت مذكرة وجهها السفير جلال فقيرة أنه بعد اجتماع مشترك بين الجانبين المختصين في اليمن والأردن تقرر إطلاق وتاتشينو بنصة إلكترونية متخصصة بإصدار التقارير الطبية للمرضى اليمنيين الراغبين بالسفر للعلاج في الأردن نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر